اشتركوا في القناة الى الاسراع بحوار سياسي شامل تقدم فيه الاغلبية المزيد من التنازل الوزير الاول يقول ان النظام يسعى الى تحصين المحاضر وان الترخيص للمعاهد المغلقة يتطلب تقديم ملف للجهات الادارية ومتابعته مبادرة ايرا تنتقد ما سمته رفض السلطات السماح لها بزيارة رئيسها ونائبه الموجودين بالسجن المدني في نواكشو اهلا بكم الى تفاصيل هذه النشرة طالب النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الخليل والطيب بالاسراع بحوار سياسي شامل تقدم فيه الاغلبية مزيدا من التنازل داعيا المنتدى الى التحليب ايجابية ومرونة اكبر وطالب أول الطيب من ضمن خمسة مطالب تقدم بها للحكومة الموريتانية باعداد استراتيجية وطنية لترقية وتعميم استخدام اللغة العربية في الادارة العمومية وجعل 2016 سنة للتعريب الاداري الكامل فانني اتقدم اليكم بالمقترحات التالية واحد اعداد استراتيجية وطنية لترقية وتعميم استخدام اللغة العربية في الادارة العمومية وان تجعل من سنة 2016 سنة للتعريب الاداري الكامل ثانيا منح مزيد من الاولوية لمعالجة رواسب الاسترقاق من خلال اعادة هيكلة وكالة التضامن ومنحها صلاحيات اوسعة وامكانيات مالية اكبر وتحويلها الى مفوضية سامية للتضامن والعدانة الاجتماعية ثالثا اعداد خطة عشرية خاصة بمناطق ادواب والمناطق التي تشهد اخفض نسبة تمدرس وارفع نسبة تسرب المدرس رابعا الاسراع في حوار السياسي جامع نقدم فيه كموالاته مزيدا من التنازلات كما فعلنا دائما مهل تأجيلنا للتجديد الجزئي لمجلس الشيوف الذي صادقنا عليه قبل امس وادعو لاخوة في المنتداء الى التحدي بايجابية اكثرة وبمرونة مع الابتعاد عن محاكمة النوانا خامسا التفكير جديا في خلق اطار مؤسسي فعال تنصهر له جهود اضلبيةنا الرئاسية ومعنا في الاستوديو الكاتب الصحابي سيد محمد بن العمش أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ديتنا كيف تقرأ هذه المطالبة خصوصا المتعلقة منها بالحوار السياسي وتقديم الأغلبية تنازلات بسم الله الرحمن الرحيم هذه مطالبة يمكن أن نعلق عليها من حيث الشكل أنه مداخلة برلمانية محضرة مكتوبة فهذا بالتأكيد أنه لديه معنى الثاني أنه ينطلق من بعد صاحبه القياد الناصري للتوجه العروبي النقطة الأولى ترسم اللغة العربية الصديق للمدافعين عن حقوق العبيد والعبيد السافقين فالنقطة ثانية والنقطة الثالثة تضامن شرك منظم تضامن رفعها إلى منظم مفوضية سامية النقطة الثالثة هي الحوار الرابعة أعتقد أنه وردت كلمة يمكننا خطة تحتها تقديم تنازلات كما عودنا المشهد السياسي على ذلك كما عودنا يمكننا خطة فصحيح أنه طالب أصدقائه وقادته بتنازل ولكنه أرضف أنهم عودوا الشركاء على التنازل وهذا مفهوم جدا أنه الخليل هو خيط الخيط الذي يصل للنظام بالقياد مسعود بالخير وهو صديقه السابق وصديقه الحالي وهناك حديث عن توتر العلاقة بين النظام ورئيس مسعود ويمكن أن يكون الطيب صلة وصل ومساعدا في ترطيب وتنعيم هذه العلاقة فلا بأس أن يطالب زملائه بالتنازل مقابل أن يجد تنازلا من بعض الشخصيات طيب برأيك هل تدخل هذه الدعوة والمطالبة في إطار وسياق التجاذب السياسي العادمة بين الأغلبية والمعارضة أم أن له ربما بعد آخر أنا أعتقد أن هذا أنها مبادرة شخصية تأتي من انطلاقا من معلومات لدى المعني هناك معلومات ولكن هي محاولة لتجديد الانطباع السائد لدى البعض أن الأغلبية دائما تدعو لها حوار رغم أن الآخرين يقولون أنها لا تتنازل في هذه الحوارات ولكنها دائما تأخذ مبادرة التي لا يأخذ الآخرين نحن نطالب طالب رئيس في شنقية طالب رئيس حزب في كذا طالب خليل الطيب في البرلمان وهكذا وربما هناك بعض فقرات الأول تتعلق بالحوار أعتقد أنها لكسر روتين ولن تضيف جديدا فلن يتنازل الطرف ما دمنا في نعيش هذه الحالة لكنها تأتي في سياق تأتي في سياق يعني عدم تحريك أو جمود الملف المتعلق بالحوار حتى الحديث عنه لم يعد موجودا هل يعطيه نوعا من الدفع أو مستوى من الدفع الجديد لا أعتقد أنها تعطيه هذا المستوى أعتقد أنها تساعد صاحبها في لعب دور أكثر ما تحرك المشهد الآن في لعب دور ما دور تقريبا آراء كما أشارت مسعود والنرام وغير ذلك لا تعطي انطلاقا هذا نائب فعلا مهم ولديه بعده ولديه قيمته ولكن التنازل والتحريك الحقيقي لم نعد نعرف حقيقة ما يحتاج ولكنه يحتاج تدخل آخر تدخل من نوع آخر تحديات أخرى لكي نعيشه واقعا نعيش حوارا واقعا لا حوارا كلام لكن طيب أن يدعو إلى تسريع هذا الحوار ويدعو زملائه إلى تقديم بعض التنازلات لا يمكن أن يتحدث سياسي في جلس بارلمان يحضره الوزير الأول لا يتحدث عن الحوار والحوار هو شغل الشاغل لكن الدعوة موجهة إلى الحكومة عكس الدعوات السابقة التي تقريب أن الطرف الآخر المعارض ما فائدة أن تقول التنازل يعودنا النظام عليه الذي تعودنا أن نتنازل هناك سؤال يجب أن نوجهها للنظام للخليل الطيب ما الذي يقدم النظام خلال السنتين ماضيتين أو السنة ماضية من التنازلات هذا هو السؤال الذي عودنا عليه هكذا يجب أن نسأله ما الذي عود النظام المحاضر من التنازلات طيب ماذا عن النقاط الأخرى النقاط الأخرى أعتقد أن العربي ولديه فيها ماضي شخص قياد ناصري عروبي غير ذلك فقط الأوصاف وسبق أنه يخرج من وقت لآخر بيانات تنددات مهتم بالوغة العربية أعتقد أن النقطة الثانية والثالثة المتعلقة بالإرث إرث مخلفات الرق أنها متوقعة من خلفيته كمين عاماً لحزب التحارف الشعب التقدمي وفي قيادة في هذا الحزب المعروف الذي قاد النضال لفترة قياد سابق طبعاً وعلاقته مع مسعود وهي تساعد أعتقد أن هناك معلومات لا أعرف إن كان استمدت مطالبتهم من هذه المعلمات ولكن تطوير هذا الملف هو ملف وجه موريتانيا في الخارج ولا بد من تحركه وأعتقد أن المفاضية أنها مناسبة مفاضية سامي لتضامن وغير ذلك هكذا النقطة الخامسة تحدث عن ماذا في النقطة الخامسة بعد الحوار هناك تحدث عن أدواب عن مهمشين هذه مطالب معهودة إذن أشكرك سيد محمد بن عمش الكاتب الصحفي شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً قال الوزير الأول الموريتاني يحيى والحدمين إن النظام يسعى إلى تحصين المحاضر وتعزيز مكانتها داعياً إلى عدم إدخال القرآن في الصراعات السياسية وأضاف والحدمين في كلمة له أمام منواب الجمعية الوطنية أن الترخيص للمعاهد المغلقة لا يتطلب أكثر من أسبوع وإن المطلوب منها تقديم ملف للجهات الإدارية ومتابعته معها من ناحية أخرى قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل ماد والسيد المختار إن المحاضر القرآنية لا تحتاج إلى ترخيص وإن المحارب لكتاب الله خاسر لا محالة أضاف والسيد المختار في مداخلة له أمام الجمعية الوطنية حول إغلاق السلطات الموريتانية محاضر في بعض مدن الداخل أن القرآن سيظل مقرؤا دون الحاجة إلى ترخيص من وزارة الشؤون الإسلامية القرآن حبل الله والمحارب لكتاب الله هو الخاسر لا محالة هذا الكتاب معصوم ومحفوظ من الله سبحانه وتعالى وسيبقى إلى آخر الدنيا واللي خاسر لا يكد لها محاضر في مواجهة القرآن الكريم في القرآن هو دستور الأم وهو تراثه ولا ينبضي أنه يتقف جه ما يجزي الأول أهل لكم المحاضر أرادتونكم لا يكون مضارقينها حسب ما سمعناه من سيد معالي وزير الداخلية وغيره من الناس اللي خرجت بخارجات إعلامية يغير ظهر للمحرب ذا اللي ينقال المعاهد أم الله هي ساد حرب المحضرة لأن المعاهد ما تقرر الفكر اليوناني ولا تقرر الفلسفة تقرر القرآن والسنة والفقه المالكي وعليه اللي محاربها ظهر لأنه لا محارب القرآن وعليه ظهر لنفهم طائفة وجماعة تجهى أوامر وللأسف من الجهات كفرية معادية لإسلام والمسلمين وتريد الوقوف في وجه شرع الله وفي وجه دين الله وأهل المدى ما يعلط ناشف ذاك الاتجاه وأهل إنذن حجة هي المقالة ترخيص للمحضرة يا معالي الوزير والسادة الوزراء والسادة النواب والموريتانية ككل القرآن لا يحتاج إلى ترخيص رخصه الله سبحانه وتعالى أولا وآخيرا وسيبقى مقرؤا دون الحاجة إلى ترخيص قال إن حوالي 60% من مشاريع إنجازات الحكومة الموريتانية يعيقها أن سماه عدم قدرتي ونزاهة المشرفين عليها وقال البلال إن بعض وزراء الحكومة يغالطون الرئيس والرأي العام الموريتاني بتقديم أرقام وإحصائيات غير دقيقة سيد الوزير الأول أنا أهل عن حكومة وزيرها والله وزراءها يعترفون أن مردها خاسرة ويمرك حد من عندهم ولا يطرشي عن هذا يخلعنا ويخلع لسياسة الرئيس ويخلع للي عدلتوا من المجهود كامل أنا ما أنا يناكر عن صلق المجهود يقرر المجهود عدلة الدولة 60% منه تخسر بها قلة قدرة الناس اللي شارف عليها وبها قلة نزاهتها وقلة وضوحها الأول منها عنكم توم معاونينكم إذا هم يعطوكم دي شيء فرمان صالحين وأنا بعد ذلك معهم عجبني وقالتوا الرئيس زمن اللي دراب بالمعلومات كاملة اللي قالوا له اللي عدلت الرئيس يقول إن قالوا عن العمال سليم عنهم ضدوا وعنهم معارضوا إن عقدت بالعاصمة السعودية الرياضة الدورة الأولى للجنة المشتركة الموريتانية السعودية بحضور وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها السعودي وتهدف اللجنة إلى تعزيز تعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين فيما تقرر أن تعقد لجنة اجتماعاتها بشكل سنوي حيث سيعقد اجتماعها العام القادم في العاصمة واكشوت المزيد في التقرير بدأ بالرياض إنعقاد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة الموريتانية السعودية المكلفة بمتابعة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة حيث اتفق الطرفان على أن تنعقد الدورات اللاحقة سنويا وبانتظام على أن تنظم الدورات القادمة عام 2017 في العاصمة الموريتانية واكشوت أولى دورات اللجنة المشتركة الموريتانية السعودية بحثت سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وحضرتها وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية ووزير التجارة والصناعة السعودي الذين وقع صباح الخميس في الرياض على محضر أعمال هذه الدورة محضر الدورة الأولى أوصى بضرورة التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز والمعادن والنقل والأمن إضافة إلى توصية بإقامة تعاون بين البلدين في مجال زراعة النخيل والتنمية الحيوانية كما دع الجانبان إلى تبادل المعلومات والتقارير لإتمانية عن البنوك والشركات وتعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الموريتاني وتسهيل إجراءات الاستيراد من المملكة العربية السعودية إضافة إلى توصية بإقامة تعاون بين البلدين في مجال زراعة النخيل والتنمية الحيوانية كما دع الجانبان إلى تبادل المعلومات والتقارير لإتمانية عن البنوك والشركات وتعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الموريتاني وتسهيل إجراءات الاستيراد من المملكة العربية السعودية ويأمل الطرفان دراسة مشاريع اتفاقيات في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية والوظيفة العمومية والشؤون الإسلامية والأوقاف والقضاء اللجنة المشتركة الموريتانية السعودية التي التأمت أولى اجتماعاتها تأتي في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تقاربا في الأشهر القليلة الماضية برست أولى معالمه في زيارات المتكررة التي أدى الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز إلى العاصمة الرياض للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز كان بعضها بدعوة من الأخير زيارات أعقبتها زيارات أخرى متبادلة بين مسؤولين السعوديين وموريتانيين كان بعضها لا طابع أملي وعسكري وآخر لا طابع تعاون اقتصادي إلى شأن منفصل حيث نظمت بالعاصمة نوكشوت ورشة نقاش حول المصادقة على الدراسة المتعلقة بإنشاء منصة للحكومة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتسهيل التعاملات داخل المصالح الحكومية هذا وقد انشئت الدراسة بتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال وخبراء دوليين في مجال الإعلام والاتصال خبراء في مجال تقنيات الإعلام والاتصال يناقشون في العاصمة نوكشوت موضوعا يتعلق بإنشاء منصة للحكومة الإلكترونية في موريتانيا منظم من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال وبالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية إن الدراسة التي ستعرض أمامكم اليوم بمصادقة عليها تعتبر ذمرة عمل مكثف بين قطاعنا وخبراء دوليين في تقنيات الإعلام والاتصال ويأتي تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمجتها الحكومة لمجال تقنيات الإعلام والاتصال وعاصرانة الإدارة باعتبارها محركا أساسيا للتنمية وفي هذا الإطار فقد عملت الحكومة بتوجهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز وبإشراف متابعة من المعالي الوزير الأول المهنت الصحية والحدامين على تعبئة الموارد الضرورية لتنمية البنية التحتية للاتصالات ويهتف المشروع الذي يقول المشاركون به إنه سيسمح لهم ولمختلف القطاعات الحكومية في البلد بتسريع الولوج إلى تطبيقات المعلوماتية على مستوى المصالح الحكومية تم خلال العمل في السنة الماضية الذي تمخض عنه هذه الدراسة التي مصدقة عليها اليوم مجموعة نقاشات بين كافة الفاعلين خصوصا التعامل والنقاش مع الإدارات الإلكترونية الموجودة في القطاعات على سبيل ميزال وزارة المالية معنية وكذلك وزارة الداخلية التي توجد بها وكات الوذاق المهمنة والتي هي أول تطبيق يمكن اعتماده في هذا المجال كذلك الشبكات والبنية التحتية للشبكات كذلك تم اطلاع عليها وأخذ المعلومات المتعلقة بها حتى تتم تهيئة الدراسة واستكمال كل المتطلبات التي يمكن أن تسهل العمل وإدراج إنشاء هذا المشروع المهم فهل سيخرج المشاركون في هذا الملتقى بحلول وتوصيات مناسبة من أجل إنشاء منصة حكومية يمكنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة وأن البلدان المتقدمة أصبحت تعتمد على هذه المنصات في التسيير الإداري والاقتصادي والاجتماعي احتج العشرات من مبادرة انبعاث الحركة لانعتاقية إيرام ماما وزارة العدل في نواكشو تنديدا بعدم سماح السلطات لهم بزيارة رئيس المبادرة ونائبه ودع المحتجون السلطات الموريتانية إلى العدول عن قرار رفض زيارة معتقليها الذين وصفت ظروفهم الصحية بالصابة وظارك طالبين من رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز لأنه يطلس عنه الملف وأنه يفتح لنا الزيارة وغد ماشي السلفي احنا ما عندنا بأي ذنب ولا يعنينا ولا متخصصنا يعني الدولة تلودنه احنا ندور زيارة سجنانا رؤسانا نعرفوا ظرفهم الصحي ونعرفوا ذلي محكم عليه الزيارة أنه ما ينظروا شنون ومنده أنه قلت زيارتنا لرؤسانا شهد العام 2015 العديد من الجرائم طال بعضها الأنفس والأموال فيما شمل بعضها الآخر عمليات تهريب كشفت عن ما يصفه البعض بهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربة المخدرات في البلاد فيما تقول السلطات إنها اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة والوقاية منها أسدل ستار في الأيام الأخيرة من العام 2015 على أخطر جرائم المنذرة بتفشي غير مسبوق لظاهرة الجريمة في البلاد فقبل ثلاثة أيام تقريبا من نهاية السنة حصل تبادل لإطلاق النار بين عصابة محترفة للسطو وقوات الدرك الوطني وتمت ملاحقة العصابة واعتقال أفرادها من بينهم امرأة ومنتسبون سابقون لبعض الأجهزة الأمنية وقبل ذلك بأسبوعين كانت حادثة الهجوم الذي وقع بسوق العاصمة نواكشوت وأدى لمقتل التاجر خدوج بن عبد المجيد وهي تغرق محلها بالسوق وتهم بالمغادرة للمكان وكان الضالع في هذا الحادث لص من أصحاب السوابق مارس العودة للجريمة عدة مرات وتم إطلاق سراحه أكثر من مرة نتيجة تسامح من وقعت عليهم الجرائم أو بضغوط من نافذين وفي دار النعيم تكثر جرائم السطو المحترفين الجريمة مستخدمين السكاكين كما وقع منتصف نوفمبر في الحي 16 عندما اعتدى مجرمون على بائع الرصيد وحاولوا سرقة نقوده مستخدمين السكاكين وفي مقاطعة عرفات قتل شاب باعتداء مماثل طعنا بالسكاكين البيضاء في محاولة لاستلاب ما لديه وفي مدينة فديريك وبيرموغرين عرفت المنطقة جرائم غامضة استهدفت أحيانا للمنازل بالحرق وأدت لمقتل شخص واحد وفي الأسواق المركزية بالعاصمة نواكشوت حدثت جرائم وسرقات استهدفت محلات تجارية لمواطنين ولم تتضح الجهات التي تنفذ هذه الجرائم وقادت إلى نهب أموال باهرة من مواطنين نتيجة ضعف وغياب العلاج الناجع والكفاح اللازم للجرائم وفي مجال جريمة تعاطي المخدرات ظهر خلال العام 2015 أن شريحة المدمنين والمتعاطين للمخدرات في التساع وظهر أن ثمت استهدافا واضحا لشرائح المراهقين من أبناء المسلين في بعض المدارس الخصوصية الثانوية كما أن البلاد لا تزال من بلدان العبور التي تنشط فيها مافيا المخدرات حيث اعتقل تاجر مخدرات من ثنزويلا وصف بكونه من أكبر بارونات تهريب المخدرات في العالم كما اعتقل رجل أعمال رفقة آخرين وتم إطلاق سراحه بأوامر من نافذين في السلطة مما أدى لاحقا لإقالة المدعي العام لدى المحكمة العليا في نواكشوط مما أثار شكوكا جديدة في جدية السلطات وقدرتها على معالجة الملف الذي ظهر خلال السنوات العشر الأخيرة بمستوى من النمو والاتساع المستغرب وعقب هذه الجرائم تقول السلطات إنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتعزيز الأمن وضمان توقيف وإحباط كل محاولات المساس بالسكينة والأمن العام وجرت إعادة توزيع قطاعات الأجهزة الأمنية على مناطق ولايات العاصمة ووضعت القوات في مستوى من التأهب في جميع المنافذ والمداخل الحدودية إلى الشأن الفلسطيني حيث قال خبراء متابعون لتطورات أحداث الانتفاضة الفلسطينية في وجه الاحتلال إن المعطيات أظهرت أن الانتفاضة الحالية لم تبلغ بقوتها حجم وزخم الانتفاضة الثانية من حيث قوة العمليات إلا أنها فاقتها من حيث مساحة الهلع والخوف المنتشر في أوساط المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش خوفا غير مسبوق نتابع رأى أكاديميون ومختصون بالشأن الإسرائيلي أن انتفاضة القدس شكلت مفاجأة لتلابيب وعربكت حساباتها وقلب تولوياتها وشيرين إلى أن عمليات المقاومة الفردية أثرت بشكل مباشر على مسار الحياة اليومية للإسرائيليين رجح أولا أن تأخذ الأمور منحن آخر في عام 2016 فتتصاعد الانتفاضة وتتضاعف العمليات الاستشهادية كما حصل في الانتفاضة الفلسطينية الثانية وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة عدنان أبو عامر إن شعورا يسود في صفوف الإسرائيليين يفيد بأن الانتفاضة الحالية ستستمر لفترة طويلة ولأشهر قادمة لافتا للاحتمال زيادة المواجهات الشعبية الفلسطينية مع الاحتلال بدوره أفاد المحاضر في جامعة النجاح الوطنية أمر الجعارة بأن الانتفاضة أربكت الحكومة الإسرائيلية ومواطنها وأظهرت الاستطلاعات الآخرة أن نحو 80% من الإسرائيليين يعانون من هستيريا الخوف بسبب الانتفاضة وعن العكاسات الانتفاضة على الواقع الاقتصادي الإسرائيلي قال المحاضر الجامعي أن أصحاب الدخل المتوسط خسروا نحو 70% من دخلهم الأمر الذي دفعهم إلى الاعتصام أمام منزل نتنياهول المطالبة بتعويضهم عن الخساري التي لحقت بهم ورأى الباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن الانتفاضة الفلسطينية الحالية أظهرت مدى تخبط المستوى السياسي والعسكري في التعاطم الأحداث من عكس على الثقة التي كان يمنحها الجمهور الإسرائيلي لساسته وجيشه ولفت أبو عواد إلى أن العديد من استطلاعات الرأي أظهرت تراجعا كبيرا في ثقة الجمهور الإسرائيلي بحكومتهم بسبب طريقة تعاطيها مع ملف الانتفاضة وفسلها في إدارة الملف وحول الانعكاسات النفسية لاستمرار الانتفاضة على الإسرائيليين أشار الباحث الفلسطيني إلى أن الانتفاضة تكلف دولة الاحتلال خمسة مليارات شيق شهريا أي نحو مليار ومائتي مليون دولار أمريكي مبينا بأنه رقم ليس بكبير لكنه مؤثر في ظل ما تعانيه إسرائيل من عجز في الميزانية الأمر الذي دفع الحكومة خلال إقرار المالية باختطاع المليارات من ميزانيات التعليم والرفاة قال الوزير الأول يحيى الحدمين إن الحكومة الموريتانية بصدد بناء ملاعب لكرة القدم موزعة بين العاصمة نوكشوت وبعض مدن الداخل يأتي تصريح الحدمين في ظل عدم وجود ملعب حاليا جاهز لاحتضان لقاءات المنتخب القادمة بعد إغلاق الملعب الأولمبي لخضوعه للصيانة تحدث الوزير الأول يحيى الحدمين في القبة البرلمانية وسرد الكثير من الجمل والتي يرى بعض المراقبين أن بعض حروفها يحتاج لنقاط وبعضها الآخر يمكنك قراءته كما هو مكتوب أثناء رحلة استرد عن مشاريع العام الجديد التي تنوي الحكومة إن شاءها عرجوا الحدمين قليلا إلى أسرة الحقل الرياضي الموريتاني وهو يحمل بين حروف جمله بعض الهدايا تمثلت في بناء ملعب كرة قدم في العاصمة نواكشوت يتسع لثلاثة آلاف متفرج وفي مدن الداخل ملعب آخر يتسع لخمسة آلاف متفرج ونسي الوزير أثناء سرده لمشاريع عام 2016 المتعلقة بالرياضة الموريتانية أن الملعب الوحيد في العاصمة نواكشوت والذي يتسع لعشرة آلاف متفرج تم إغلاقه من أجل ترميمه بعد أن بات غير آمن وحتى اللحظة لم يشرع في ترميمه صحبة بقية ملعب العاصمة نواكشوت التي كان نصيبها أن تبقى مهملة منسية في حين تعمل الجارة السنغال على تشييد بعض الملعب وكذلك الكاميرون ومالي يتسع بعضها لخمسين ألف متفرج بينما يعمل المنتخب الوطني المرابطون جاهدا في الفترة الحالية على العذور على ملعب واحد جاهز يستوفي المعايير الدولية من خلاله يستطيع استقبال المنتخب الغامبي ضمن تصفيات بطولة الأمم الإفريقية قبل الشرع في تجسيد ما قال الوزيره إنه يتسع لثلاثة آلاف متفرج فقط ربما كان الوزير لا يقصد ملعب كرة قدم نهاية النشرة وقد تابعتم فيها النائب البرلمان الخليل والطيب يدعو الحكومة الموريتانية إلى الإسراع بحوار سياسي شامل تقدم فيه الأغلبية المزيد من التنازل الوزير الأول يقول إن النظام يسعى إلى تحصين المحاضر وإن الترخيص للمعاهد المغلقة يتطلب تقديم ملف للجهات الإدارية ومتابعته مبادرة إيرا تنتقد ما سمته رفض السلطات السماح لها بزيارة رئيسها ونائبه الموجودين بالسجن المدني في نواكشو يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشارات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة دمتم في أمانك اشتركوا في القناة